النهاردة حبيبي اعمل مع بعض زبدة كريستال اعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا و اعمل بندها كبية كبيرة يعني اعمل اثنين كيلو من الزبدة بطريقة سهلة وبسيطة و اقول لك ازاي اللي هي تبقى متبسكة معك و متسحش بسرعة تعمل يا حبيبتي عشان تشوفوا معي الطريقة خطوة بخطوة طريقة سهلة وبسيطة واقتصادية جدا کوكسونfront هitan اللي تتعملي بها اي زبدة عايزة تعمليها زبدة فرل عايزة تعملي زبدة كريستال عايزة تعملي زبدة يوسلندي كل كل انواع الزبدة على حسب ما انت عايزة تعمليها هي نفس الطريقة!'لي ساحو Business تقدر تعملي اي نوع زبدة انت عايزها بنفس الطريقة وبنفس الخطوات زي ما احنا شايفين شكليها جميل جدا زبدة اقتصادية جدا جدا لو الفيديو اجيبكم حبيبي فضلا وليس امرا ما تنسوش كده تدعموني باللايك والشير عشان الفيديو ده يوصل للاس كتير اللي هي تشوفه وتستفاد منه يلا بينا نتابع الطريقة مع بعض تابعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم اخوتي وحبيبي في الليف مطبخ طلبتك اوامر مع حنان الورائي تعالوا بينا حبيبي نصلي كده على رسول الله علي فضل الصلاة والسلام ونشوف مع بعض عن احتاج ليه انا اول حاجه حبيبي اه باخد القشطة من على وش اللبن طبعا انا كان عندي كنت بيجيب كل يوم لبن وبحطه في التلاجة باخد منه القشطة فانا كنت بحوشة كباد قشطة في الفريزر فانا حطلحها دلوقتي على الكمية اللي انا طلعتها بالوش اللبن دلوقتي وحاخد بدها اه 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 طبعا انا حعمل بقاكم على مرتين يعني عشان شافشة اخلط مش هياخد كله بع بعض فانا حاخد يعني عندي كوبايتين بين القشطة فانا هنشوف دلوقتي حنقسم المقادير على نصين واه اول نص كده حعمله معاكم في في الفيديو والتاني بقى ايه اعمل ايه بنفس الخطوات انا اعمل الزبدة تاني اه دلوقتي بقى يا حبيبي هنا معايا اه نص كيلو زبدة كريستال اه ام انا جايبا نص كيلو زبدة كريستال دهوت بكام بتلاتين جنيه فانا بدأت بقى ااخدت الزبدة وسيحتها كده على البتاجازة ومعايا كوباية قشطة ومعايا كبيرة بالخل معايا كبيرة بالعصير اللبون ورشة ملح زغيرة وكوباية بالزيت على فكرة ممكن تقليلي الزيت انا نوت في الخطوة ديه هنضيف كوباية بالزيت كوباية زبدة كوباية ايه قشطة ممكن تستخدمي بدلها اه حليبا فبضرب انا وضربت كده الحليبا وحطيت معايا رشة حطيت معايا 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 الخل ومعايا عصير اللبون وفي الخطوة دي بتحطي رشة الملح اه بتضربي كله معايا كده الاول وبعد كده زي ما احدا شايفين اهوت انا ضربت اللبا للاول وبعد كده بابدأ لا انا ضيفت عليه حاجات ما اتكب عليها بعلاقات الخل وبعلاقات عصير اللبون اه الناس اللي مش عايزة تحط عصير اللبون وعتقول لي بسهل طب هو عصير اللبون بيبقى زهر هو مش بيبقى زهر في الزبدة بس انتي انا عايزة تشيلي بوكت تشيلي وتحطي معلقتين الخل اه دلوقتي ايه بابدأ بقى ايه بعد ما ضربت القشرة كويس بعلاقات الخل وبعلاقات عصير اللبون وبتدي لها رشة ملح في الخطوة دي بنبدأ بقى ايه بعد ما ضربتها دقتين كده اه حطيت عليها كوباية الزبدة بوكت تزودي على فكرة زبدة انا في الخطوة التانية لما عملت بقى دي كده لحد الخطوة دي انا في اللي عملتها تاني وقللت يعني قللت الزيت خليت نص كوباية زيت وحطيت كوباية ونص من الزبدة اه في الخطوة التالية اللي انا عملتها بقى فطلعت معي متماسكة يعني ممكن تقلل الزيت لما تقلل الزيت يبقى احسن نص كوباية زيت اه كوباية ونص من الزبدة اللي اتعجي بيها جاهزة وكوباية القشطة فدي عملت كوباية قشطة او كوباية حليق فانا استخدمت القشطة اللي بتطلع من على وش اللبا فديت بقى ايه يعني خليت لك اللي تخلي الزبدة معي ايه حكاية اه عملت بقى جميلة جدا دواتي انا بقى ايه ضربت كده كله مع بعضه كده انا كنت عشان كده قلت لك حط رشة الملحم في الان كنت لها لسياح فحطيتها بقى ايه دواتي وقدت لها ايه ضربة اه وبعد كده خلصت معي الزبدة خلاص اه ببدأ بقى ايه بكون معي قلب وبطلع كده بكيس وحب ده بقى ايه لنا احط في الزبدة انا دواتي نفس الخطوات اللي انا عملتها معاكوا دواتي بانا عملت في الخطوة ديت ايه كوباية زيت كوباية زبدة كوباية قشطة معلقة كبيرة عصي اللمون معلقة كبيرة من الخل اه رشة ملح وزي ما احنا شوفنا الطريقة اه حطتت القشطة الاول باقى مع معلقة الخل ومعلقة عصير اللمون وبتحط رشة الملح ودربيهم كويس وبعد كده بتنزلي بكوبات الزبدة اللي احنا سيحناها على البتياز وبعد كده بتنزلي بكوبات الزيت سرسوم رفية لحد قب يبقى تقيل معاكوا بعد كده بتجيبي قلب وبتحط فيه كيس وبعد كده بتحط فيه الزبدة اللي احنا عملتها وبتغطي وش القلب كده بكيس وبتدخليه في الفريزة لحد ما تتبسك معي وبعد كده عملت نفس الخطوات بالزبط وعملت العلبة ديت وعلبة ثانية صغيرة دلوقتي اتلقى اللي هي متبسكة اكتر كبير يعني بعد ما ضربتها هنا بعد القلم جمض معي ابدأ بال انا اضطحها معيك وعقول لكم بقى ايه اللي في العلب بقى الثانية دي انا عملت ايه لان انا زودت زبدة يعني حطيت بقى ايه في شفشق اخلاط كوباية بين القشطة وحطيت عليه يعني بعلقتين من الخل ممكن تشيل اللمون حطيت معلقتين خل لما تقلقوش من اللمون ما هو ما فيش حاجة بس انا حبيت ان انا اقول لكم بوكت برضو اللي انتو ايه تشيلو حطيت كوباية قشطة في البرة التانية اللي انا مصورتاش وحطيت معيها رشة الملح ومعلقتين من الخل ودربتوهم كويس وبعد كده نزلت عليهم بكوباية ونص من الزبدة زبدة كريستال جازة ومسيحها البوتاجاز وبعد كده ضربتوهم وبعد كده نزلت عليهم بنص كوباية زيت سيرسوبرو فيا عشان تبقى متباسكة معي وحنقطعها معاكم بعد ما القطع الزبدة دي زي ما احنا شايفين شكلها جميل جدا زبدة اقتصادية دي بقى تاني الزبدة بقى اللي انا عملتها بنفس الخطوات بس زودت حاجات وزودت الزبدة بدل ما كانت كوباية خليتها كوباية ونص من الزبدة وقللت الزيت شوية يعني قللت الزيت خليتو لص كوباية بصوا بقى متباسكة معي ازاي دي وقتا يعني انا كنت احطيها في التلاجة عشان تجمد شوية هتلاحظوا اللي انا وانا بقطعها كمان اللي هي بتتقطع معي مش على طول هتلاحظوا اللي هي متباسكة جدا يعني لما انا زودت الزبدة فالزبدة ادتها تباسك جميل جدا ولما قللت الزيت اداني نتيجة افضل لكباية اللي انا عملتها الاولانية يعني الاولانية بتبقى زبدة يعني طرية شوية متباسكة بس طرية شوية تاني خط تاني طريقة اللي انا عملتها وقللت الزيت فطلعت متباسكة معي شوية يعني بالشوية يعني متباسكة زي ما احنا شايفين ندرجة اللي هي عبالة يعني بتتكسر كده ولا بقطعها زي ما احنا شايفين النتيجة بتاعتها روعة وجميلة جدا حتى لو حططيها في التلاجة من تحت هتمنى متباسكة ومش هتسيح ولا هتلاقها اللي هي باقت طرية ولا اي حاجة طبعا عشان بزودة الزبدة فيها اه فدي حبايبي شكلها لقربتلكوا الكاميرا هيت عشان تشوفوا شكلها معي بصوا متباسكة ازاي اه جميلة جدا حبايبي حتى لو احتفصت بيها في التلاجة بالتحت مش هيجرالها حاجة ولا عتسيح ولا اي حاجة ودي كده الزبدة الاولانية اللي انا عملتها طبعا عندكم الطريقتين لتعجب كاميريها شكرا حبايبي على المشاهدة السلام عليكم لو الفيديو اجيبكم حبايبي فضلا وليس امرا ما تنسونيش باللايك والشير واشايروا الفيديو ده مع اصدقائكم وفي كل مكان عشان يستفادوا بالطريقة ويعملوا زبدة متباسكة اه وتفضل معاهو بنفس القوامل اللي انتو شوفتوه في الفيديو شكرا السلام عليكم